الحد أو المبارح كنت بقول لحضراتكم خلوا بالكم خلوا بالكم في استهداف للقوات المسلحة خلوا بالكم يا مصريين هناك حملة ضد جيشكم العظيم خلوا بالكم يا مصريين وسندوا جيشكم العظيم لأنه في كتاب إلكترونية إخوانية وغير إخوانية اللي هم تابعهم يعني بيستهدفوا جيشنا العظيم قلتلكم الحد والناس كتير كتبت تعليقات كانت فاهمة كويس قوي إلا أنا ماذا أقصد وكنت باتكلم على إيه والسؤال هل هناك أحد في مصر فوق القانون الإجابة لا أهل لو ارتكب أي شخص أي مسؤول جريمة يتساب أبداً تعال من 2014 وانت جاي مش هنرجع لورا عشان كله في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في وزراء اتقبض عليهم في ميدان التحرير هم خارجين مجلس الوزراء بعد خمزة من لقاء في مجلس الوزراء اتقبض عليهم وزير في محافظ الرئيس كرايح المنوفية فاكرين حضراتكم يوم الافتتاح اتقبض عليه الصبح قبل الرئيس ما يروح وغيره أديك أمثلة كتير في قاضي وغيره في زبط شرطة في ناء وغيرهم وغيرهم بدي بعض النمازج في قيادات سابقة مسكة مناصب خدموا في قاتل مسلحة لوقات طبط عليهم اتسجنوا فإذن عهد معروف أنه لا أحد فوق القانون الحساب والمحاسبة طالما ارتكب جريمة يحاسب الرئيس قالها كذا مرة على الهوى ما فيش حد فوق القانون بما فيهم قالها كده رئيس الجمهورية من أوردس الجمهورية وإحنا نزلين حد شوق قانون في مصر ولكن إيه الموضوع إيه الحكاية الحكاية ضابط في القوات المسلحة ارتكب جريمة قتل عمد قتل سيدة مصرية رحمه الله وحاول أيضا أشرع في قتل زوجها وولادها ثلاثة أصيبوا جريمة جريمة حصلت الجريمة هل هناك تسطر عليها؟ أبداً لم ولن يكون وعايز أقول لحضراتكم قبل أن ندخل في التفاصيل القوات المسلحة مؤسسة منضبطة للغاية بالمناسبة اللي بيرتكب خطأ أو جريمة أو جريمة في القوات المسلحة أو مؤسسة الدولة لكن خلينا نتكلم عن قوات المسلحة الجريمة تاخد أقصى عقاب مش أقل الأقصى ليه؟ لأنها مؤسسة منضبطة تحاسب أي واحد ينتمي لهذه المؤسسة العقاب أقوى حاجة